25 تشرين الثاني دق جرس الخطر بالمجيدل فهبت النار بقلوب الشباب ركدوا ليطفوا حريق جهنم باك بخلصوا الضيعة من كارسة بس ما عرفوا انو الحريق قاتل هالمرة ورح يسرق جورج منن ويلبسن الاسود كنا نقول ومن الحب ما قطر بس طلعت حقيقة انو من كترة حب جورج للضيعة استشهد دفاعا عن كل حبة تترابط فيها بس وين صار التحقيق ومين المسؤول المرحوم جورج كان باخر فترة اخر شي شهر ونص شهرين صلت من المقربين انا بما يختص بالعمل الاجتماعي بقلب الرعية فحبيت اوكل له مسئولية زراعة الامح بقلب الرعية يلي تقدم بواسطة ابرشية استراليا وتوزع على الابرشيات وكان هو رح يهتم بزراعة الامح وباهتمام بالمحصول ككل حتى نرجع نوزعه فيما بعد لولاد الرعية اذا بدي اقول عن جورج بيحب الارض بتطلع مية بالمية من طبق علي يعني شخص محامي معه شهداته بس بينطر مناطرة يوصل على البيت لحتى يهتم بالرزق لحتى يزرع لحتى ينشي ارزاق متروكة يعني وهيدي شغلة كتير اساسية شخصيا بشوف عنده حب الارض بشوف عنده كمان محبة الفقير ليلة الميلاد يوم بحال حبط ليلة الميلاد تصر الارض انا خلقت كان خي اكبر مني فيه فرق بالعمر هو رباني من انا وصغير بحمله الشانطة الاسلوسة كان استاذ صار محامي خي معود علي من انا وصغير العطاء المحبة اغبسط له امور بيركد عليها ببلش من الصغير للكبير اذا اي شي بصير بداعا كان حريقة بيكون اول واحد عم بتطفي من فترة قبل هيدا الحريقة كان هو تحت ولطعت اجره وكان كل الشباب بيعرفوا هيدا الشي ما فيه يحكي ما فيه اوصف خي شو هو ما فيه كلمة تنوصف فيه مش لانه مات مش لانه استشهد مش لانه خي لبنان كله بيحكي عمنا خي كان كل شي غالي هو كان بيه هو كان صديقي هو كان خي اذا كان بدي شي قلت له يا جور ولا مرة تزمر ولا مرة تعب ما بيطعب نحنا كلنا كنا مرتاحين راحوا ترك الحملة علي مدني قدو ما بقدر كون قدو هو من الاشخاص اللي ما تحس فيه بالبات مؤمن هادئ حبينه كتر بيتنا مفتوح ان كان منه ومن بي هم الاشخاص اللي كتير رايقين العطول فيه عنده شو فرح وقد ما حكينا ما فينا انه فيه حقه استاذ جورج متل ما كله بيعرف هون بالضيعة يعني هو صديق الطفول يعني احنا ربينا سوى من ايام المدرسة لأيام الجامعة فهو متل خينا وخسارة الاستاذ جورج هي خسارة كبيرة على المجايدل وعا الوطن يعني ما بيعتقد فيه اسمة من انه شخص يقدم حياته دفاعا عن ضاعته وعن رفقاته وعن اهل ضاعته يعني هايدي كمة العطاء بيعتقد فاستاذ جورج هو خسارة كبيرة للمجايدل وللمنطقة استاذ جورج كان من الاشخاص القلبه انطيب يعني كان بكل الاعداد نحنا اللي بنقعدها هو يعني هو المحور هو الاساس بالاعداد كان جو الفرح عطول هو استاذ جورج كان جو الفرح باعدادنا يعني اكيد رح نشتقله وكل العطاءاته لأستاذ جورج كانت ضون مقابل يعني بكل شي عملوا بالضاعة وتقدمات وتضحيات كانت تضحيات مجانية بالفترة الأخيرة كان شخص سائر سائر على الفسادة البلد على التقصير من الدولة يعني شخص حقاوي ومتل ما نعرف نحنا كتير من أبناء المنطقة نزلوا على بيروت لأنه تحت يمكن فيه مجالات عمل أكتر استاذ جورج كان كل يوم ينزل يشوف دعاوي ببيروت ببعبده وبترابلس ويرجع على ضاعته فأنا برأيي استاذ جورج شخص استثنائي نادراً ليتكرر هيك أشخاص بتضيع عنا بلبنان نحنا عايشين بجونة عايشين مرتاحين ومبسوطين أنا بس جيت عالضايعة وقعت مع الشباب الطيبي اللي جورج قعدني معه عن شرد بتلاقي شي مش موجود مش موجود أبداً عند حدا بيعطوا بلا 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 مقابل هايدي شغلي مش موجودة هو اللي بقاي ضايعة بلبنان مش بس مش موجودة ببيروت كمان مش موجودة بالجنوب كنت اجي عالضايعة أنا قد النهار أغلبيته كله معه يعني أنا قبل ما اجي عالضايعة كنت اتصل فيه واصل عالضايعة من وقت ما اوصل عالضايعة وقعد معه ونرجع نروح عند الشباب مرة بدقلنا كريم بالليل كان طالع كريم من الصيدلية شايف شي مش عزقه وقلت له جورج عم بدق كريم شو عندك ساعة عشرة ونصف كان قاعد عم بيرايح كان تعبين كل نهار نطينا أنا وجورج كنا شفنا كريم ورايح بدق دكتور ليس كمان بأي وقت الشباب كلها جاهزة وجورج من أولهم هاو الشباب اللي قراب من جورج بيقطلوا حالهم من كبيرهم لصغيرهم ما حدا ما حدا بيقلل بالعطاء معه أبداً هاد ما كان هو يعطي وهن الشباب شباب هالضايعة بيعطوا كان تخطيط بالأرض كل اللي عنده كان عم بيشري أراضي عن جديد وكان الزراعة عنده أساسية أستاذ جورج قبل ما يكون داعم للبلدية مؤخراً البلدية اللي على عهد يسرى أربع سنين بس جورج كان يعني متلخيل لأنه نحن وصغار يعني موقفة الأمور عنا على البلدية يعني نحن إذا كنا من نعمل مشروع على سعيد ضايعة بغض النظر كنا بالبلدية ولا ما كنا بالبلدية كان من الأشخاص اللي هو داعم لفكرنا لطريقة تفكيرنا يعني لشك بنقول شغلي أنه جورج من الأشخاص المسقفين بالضايعة اليوم أنا ما في يعني أخد جورج أنا كشخص عادي اليوم في طبقة مسقفة وجورج يعتبر من الأشخاص المسقفين بالضايعة قداش هي هو عنده قدرات يشارك لدعم مشروع معين ما كان يأثر وما كان يتعب بتحكي 12 بالله الوحدة تنتين بتلاقيه عطول جاهز بقدم الخدمات الأنونية لأننا نحن مثلا استشارات بنطلب فيه محاميين عندنا بالضايعة وهو من الأشخاص المحامية يعني اللي عنده مستوى معين من الأنون وخاصة أنه عمل دراسات عليا يعني كنا بس ما نستشيره بموضوع أنوني كان دغري لبينا أستاذ جورج وهو من هو وصغير أستاذ جورج يعني كان توجهه أنه هيدا الضيعة تزدهر تبين تبرز بالمنطقة على صعيد لبنان نفرجي عنا الأدرات الموجودة نفرجي عنصر الشباب نفرجي نحنا شوفي عنا بالضايعة مكومات نقدر نبرزها نقدر نساعد فيها على صعيد المنطقة وهو كان من هذا التوجه أستاذ جورج ميزته كانت التواضع كان حبه للضايعة شغفه لضايعته لخدمة ضايعته كانت كتير مهمة مثل ما قالوا الشباب كان يخدم دون مقابل كانت عنده حيثية معينة بالضايعة اندفاعه لكل حدث بيصير بالضايعة إن كان حدث بلدي أو حدث اجتماعي كان هو يكون بالطليعة بهالموضوع نحن نفتقد لكل شغلة كان يعطينا إياها لكل نصيحة كان يقلنا إياها لأنه كده نعرف أنه كانت نابعة من القلب كانت نابعة لحبه للضايعة تعلقوا بالضايعة وحبه للشباب متواضع مثل ما حكيوا كمان الشباب أنه توفى بأرض مش لأله عم يدافع عن أرض المجايدين تما تولع تما توصل النار لهون تما توصل لأهل الضايعة هادي يعني أكتر من هيك تضحية ما بتصير بالمجايدين هنا أنا مارون لقى هايدي الشرطي لقى هايدي إذا بتريد أستاذ بتحكي حيالنا شيء أديل الجنائي لأنه أكيد فيه بصمات عليها هاي شمعة وأنينة وحجار هايدي مولعة ومش أخدها فيه أكيد غير مطارح أخدين هايدي كمان اليوم بدأ تكون لو ما نكسر لو ما نكسر كي نطلع هو جبل الجبل بيطلع ولا مرة عليه فيه ناس بالضايعة الحريقة القابل شافتوا طالع من قلب النار يفوت بالنار ويطلع مننا هايدا جور هايدا خي الأكيد أنه فيه مطارح الحرارة الكبيرة هي عم بتعطي الحريق بس فيه مطارح كتيري فيه حريق مفتعلة فيه ناس عندها رغبة شريرة وفيه مطارح تانية إهمال من قبل الدولة ما عم بتخلينا نقدر نوصل لمطرح نطفي بسهولة أسرع يعني بالوضع اللي موجودة فيه الدولة زبعت فيه دولة يعني بالأحرى هيكل دولة شبه دولة أعظام جدة دولة موجودة ما بقى فينا نتكل إلا على حالنا التحقيقات بلبنان يعني ما أبرى بحد زيتها ولو بدنا نوصل لنتيجة مش من خلال الدولة بتخيل مضطرين نمرق بالدولة لس الدولة خليها تقوم بوجباتها على القليلة على الصعيد اللي نحنا بحاجة لقله برجع بقليك لأنه ما في دولة ما بتخيل قدرين نوصل لمطرح أبعد يعني من اللي وصلنا بدي ألفت نظر المعنيين بهذا الموضوع إنه حريق المنطقة معظمة عم يكون بخراج لمجايدل يعني بين المجايدة لطنبوريت عنقون لقرية منموم لازم يكون عندي سيارتين بتدقمي التليفون برد الأنسر ماشين ما حدا بيحكيكي طب إنه نحنا يامنا نعتمد على أمن ذاتي وعلى خدمة ذاتية وعلى كل شيء ذاتي وناخد حقنا بأيدنا يامنا نسلم جادل نحنا إنه في عنا بلد وفي عنا دولة بلد تخذ لنا حقنا تشرف الدولة تقلنا إنه أنا مش قادري أحميكم ولا قادري طفي لكم حريقكم ولا قادري أخدمكم ولا أخذ لكم حقكم نحنا معلاش عنا شباب بما فيه الكفاية كل الضياع كل واحد بيخد حقه بأيده وبنمشي بشريعة الغاب كان في عنا اتصالات مع الدفاع المدني نحنا أول شيء منخبر مسؤول المركز اللي بتضايعه بيتواصل مع صيدا صيدا كان فيه ثلاث مكانات معطلين معطلين يعني شيء بيستدعي السخرية شيء دولاب شيء بده يعبي مزوت من السكنة بيقلك شيء يعني بيحكي أسباب يعني بكوكب تاني ما بتصير رجعنا اتصلنا بعنقون عنقون قالوا لي انه كانوا عم يطفوا حريقة موجودة بطنبوريت يعني اللي يلف عنقون ويرجع يجي لعندي بده وقت واللي يطلع من هونيك من الحقلي تواصلنا مع ريمات ريمات كانوا عم يطفوا بحريقة برتي واد الليمون يعني كانت المنطقة تقريبا شبهوا العاني وانا عندي المكنة اللي مفروض تكون بمركزة مرمية بالباركينغ هونيك بالشركة صره سنتين الغبر عليها بس لأنه في عندها دفاع مطعوج أو معارف شو يعني عن جد شي مؤسف وتأخروا لأجه والشباب نزلت باللحم الحي وصار اللي صار تتصور انت مراكز دفاع مدني ست مراكز دفاع مدني فيش إلا فيها وحدة معقولي فعاليات لمنطقة الجزين بيتركوا منطقة ضيع منطقة جزين بهالوضعية نحنا تابعين لمين لقضاء جزين نحنا فعاليات جزين هي مسؤولة عننا كم مركز فيه بقضاء جزين للدفاع المدني معقولي فيه مركزين ثلاثة وفيه مركز الثالث بيكفر جرى مركز خاص وأنا هون بس بدي واجه شكري لرئيس بارون شلوب لأنه بيعطنا سيارتين واتصل فيه طمعا عن الضاعة طب معقولي قضاء جزين فيه مركزين ثلاثة طب شو عم يعملوا فعاليات منطقة جزين شو عندين يعملوا نحنا بتاعف شو بنعمل هون نحنا نحنا أكتر شي بنطلقى عزوات بيجوا الشباب يعزونا بزمن كورونا وزمن الوضع الاقتصادي ما شفنا حدا منهم إجي على الضاعة ما حدا سألنا شو فيه عندكم من المجاهدين مشو بدكم نحنا ولا شيء أبدا منطقة متروكي كليا حريقة القبلة لهذه الحريقة الأستاذ جورج رفع دعوة وتواصل معي رئيس بلدية طنبوريت أستاذ خالد سومة وقال لي كمان أنه هيد الحريق اللي عم تطلع من الوادي هيده على الأرجح حريق مفتعله ونحنا لازم نمشي بالمساري القانوني حتى نقدر نوصل هالشخص اللي عم يفتعل الحريق من هو الأستاذ جورج دارس لكل هاللبنية لكل هالمسؤولين يفكروا الشواب هالعالم اللي هي عم تدافع عن نفسها بالوقت اللي هي الدولة لازم تدافع عن هالعالم وبتمنى يعني اللي صار مع أستاذ جورج يكون عبرة لهالمسؤولين مشان كمان يتحملوا مسؤولياتهم تجاه الشعب لأنه هني مؤتمنين بالنتيجة اليوم حيال له شخص مسؤول هو مؤتمن يعني وقال له يزيحم المسؤولية إذا ما بود يكون مؤتمن يعني أنا بتمنى كمان هذا الموضوع في حالة بتخليط له على الإعلان تعرف العالم أنه هذا الشخص هو كان عم يحرق رزق العالم هو تسبب بوفاة شاب من خيرة الشباب بالمجاهدة بوصل الفويس في جروب للضائعة ووصل الفويس من خيلياس أنه استاذ جورج قالي بكاسر إجروم محوطينه النيران فدغري بلاش نتلاقى مع بعضنا أنا صراحة ركضت بالشورت وهكي يعني معنى شي وحملت الرافج وظلت ماشي بتلاقى أنا وصوصو كمان قبلي بالجيب ووقفت معه لأنه هو معه جيب عالي ومشيت أنا وياه بلاقي شباب وقفي هون على الطريب بقولولي بجلت تحتاني قال لي باستاذ جورج كاسر إجروم وصلنا له كان بعضه واعي أكيدة عم بيغيب ويوعم من الدخنة بس إنه ومكسورة إجروا حاولنا نعمله القدر المستطاع يعني اشتغلنا فيه شوي واعينا وحاولنا نشيله قدمة فينا صراحة نحنا شايلينه فوق 300 متر ونعرف نحنا بهيك وضع إنه استاذ جورج صحته كانت تقيلة يعني فيه تقريمة شي 150 كيلو وعالأرض عم بيغيبوا للوزن وكمان عم بيغيبوا ويوعه كمان بيغيبوا للزيادة بالنتيجة حاولنا نقدر نعمله فينا نعمله وحطيناه على صخرة كمان وعايته رجع قال لي ما تتركوني وقال لي بليز عليلي كتافة هلأ كير عنده شي كسر لأنه هلأ بس نروح لهونيك منشوف الحفة هلأ شفناها سوسو حرام بيهديله كتافه وأنا عم بنطل أشوف تحت شو فيه لأقدر زدته فعم بتطلع لتحت أنا في حفة عالية ما شي سوين هي فراكسون سيقون بيطلع الهواء بتلف علينا النار وأنا ما انتبهت الصراحة بس الشاب اللي معي بيصرخ بقوة بيمسكني بأيدي وبيزتني كان فيه شباب والعالم كل الضعي كانت وقفي هون فيه ناس غابت عن الوعي على الطريق طب نحنا عباب النار مدام نحنا كنا عم نشد الأستاذ جورج واحد مننا يطفي واحد يشد ونرجع عن بدب يعني نحنا لو غبنا على الوعي ثاني أنا لو غبت عن الوعي ثاني قدام النار ما تتصور قوة النار هلا حكي بتشوفيها عم بعيد بس أنت بس تكون بعيد نص متر عنا كنا عم تطفي عجالة لأستاذ جورج نحنا استاذ جورج شهيد الضيعة وأكيد ذكرى بده يكون مؤبد بالضيعة وللأجيال الكاتبة لهذا البطل الفضاء ضيعته بيروحه نحن صفائنا نحن صفائنا نجيب تبعورنا هون بسألونا أنه جورج وصلت النار لاي وقال لي بقى سأجو أنا دغري راحت ضغري على النار سوسو حرام نزي من هون ومشي بالحفافة بس لنشوف وين بلعتني راكت أنا لأنه النار سماعة تحت أنا طالعة ومبيني دخلتها ركضت هون أنا بلقي شب شباب وقته هون إستاذ جورج هيا تحت وبعده عايش بس أجو مكسورة في شخص طلع خفر وغيب عن وعد صراحة هون موسيقى 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 قال لي الجلان بتلاقي فيه هون كان خيط هلأ هيدا محروق أكيد خيط نايلون عقوة النار محروق وهلأ بس نزلت لتحت أنا شفته وينقالي يعني القلب القلبة هو بارما إجروا لورا يعني أكيد علوه عندك فاول أربعة متار وبيني هو نازل نزول هاك موسيقى 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 هو أكيد استاد جورج نازل من هون بس ليطفي قبل ما توصل على السيتونات موسيقى 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 كانت بها الحفقة اياها المرحلة هو اللي فيها الاستاذ جوجو مروح اجروا هادي هي الزحطة جاية تحت نحنا وصلنا لاي للاستاذ جوجو كان بها المنطقة لأنه بالمبدأ اجروا في التاني ما كان انه كسر طبيعي او زيحة من محلة كليا نحنا وصلنا لاي للاستاذ جوجو بهالزون كانت هون هاي النار طلع من تحت هاك به هادي المحل نحط اجي وطلع بالهوا يمكن يا حرام هون ضوحية اجي تحت باين ماشي مع الشابك انه قبلناي لهوني كاين استاذ جوجو كان بهالمحل نحنا حرام كان فيه شاب صغير ضميريا منحكي ما تركوا له استاذ جوجو نحنا اخر ثاني قلنا له بليز للا طلع لفوق حرام هو الطلع يعني الحمدلله الله بحبنا انه تركنا هيدا الشاب كانت النار جاي من هون طالع من تحت والعنين هادي الزيتونات بالحقي هون والنار بده متر بتاكله كان احد يعني الوضع مش مكسورة هون بلشنا هاو دكتور قريم اجر فيها بصابو اجر حافي كما شايف باللين وجمر هوا كي بدك تطلع فيه طلوع الاسهل الحال روح فيه نزول نحنا ما فيك تطلع فيه ما عندك وراغ بس ما فيه نار نحنا سيحبين ومن هونيك نازين فيه زور هلت من هون هون هلت من هون هون هلت من هون هلت من هون هون هاك جاي فيه والنار جاي معنا تخير فيه بالليمن والعين تخير هاك كده الارض عقبس عبعضه هيدا اخيان كيف هيدا هاك موسيقى الوضع ما كان هلا متل ما شايفوا انت باللين كان يعني علوم الترين نحنا مش شايفين شو فيه طاحنا يعني هول حفاف المبينين نحنا مش شايفين ونحنا مسحب ضهرنا لهوا مش شايفين شي قدامنا بعدين هوا مش عبتحكي هايك وضع عم تحكي هوا يعني عم تحمي قدامها وترجع ثواني عم تاخد هايلي نحنا زحتنا جينا تحت هان ردنا من ها دعا تناصر دعا تناصر دعا تحكي ها واجينا هون قالنا فتسكر الله عطانا صعب بيش فيش هين بيخطر ايه مصبوط نحنا جينا من هون هيك وهيدا الرافج كنا عم تطفي فيه وصلنا لهون لطلقوا استاذ جورج بس ننطر الشباب لتوصل لنا حرام قال لي هدير كتافي هم حرام سوسو بيقعد وراه بيهديله كتافه وصارت هون ايه ما تتركوني هو كان عارف التولي استاذ جورج انا ما بتركك هون ما كان فيه نار يعني هيدا هون كان كلها باللين بس انا تقديريا انو عرفت وين سورك ماشي فراكسيون سيقونت بيطلع الهواء ما فينا نوصف ما بعرف انا هون ما بقدر اوصف شو صار معنا تتكيل النار كيف طالعه انا بالي بالاستاذ جورج انا مش عارف وراي بالظبط شو صار لو ما سوسوا مسكني وشطني لتحت انا كنت روح اطنعه لأستاذ جورج هون ما احترق وطع فيه هون ما احترق وطع فيه هون ما احترق وطع فيه هاي دي شقفة صنباط هاي دي نحن وانا هون وصلنا لك الطريق وانية هين بدنا عشرين متر مستير على الطريق بس هيدا النار اللي فلعت من هون لفت علينا علوة فاول عشر متر لقطت الطريق وقطع طريق الزفر لبنفاق موسيقى لا لا هو الشخص مولع هو خنيق راح استاذ جورج هاي دي كمان انا ما بسمع من العالم الا بقوله حرام ولع هو مولع استاذ جورج لا صرخة لا تحرك بس قطعت النار من هنا بس ما انه دخن يعني جلده ما دخن شعره مش محروق شعره مش محروق منعيش بس ولا مرة قدرنا اللحظة اللي عايشينا منجتمع منضحك منتزعل ومنتراضى وكأنه ضامنين بكرة وكأنه تحصيل محصل بس نحنا بلبنان منعيش وما منشبع من الحياة وشو منسمع لحياة اللي بقت إلك بيفوت بيعب المحل حياة فرح مرح مشاريع وبيثبت وجوده بس نحنا بلبنان قالولنا جهنم بس ما اكتفينا بالوضع الاقتصادي والصحي كان من الضروري يعملولنا شوية امبيانس الحرايق بمنطقة جزين جهنم ومفتوحة من الجبل للوسط للساحي ولأنه نحنا بلبنان لازم نتكل على حالنا بس ما توقعنا يكون التمن هالقد غالي خير الشباب لبنان بالمجيدل كم جورج بعد بدكن نخسر لتنهز ضمائركن الشباب عم بيحضروا ليعملوا مزار على أول الضائعة لحتى يكرسوا ذكرى المرحوم جورج وبنفس الوقت أنا شخصيا بعتبر أنه مرحلة 25 تشرين الأول شبهتها ولكنت عم بيحكي مع الناس نهار الدفن شبهتها بأربع عقاب أربع عقاب كان كارسي على صعيد لبنان وخمسة وعشرين كان كارسي على صعيد المجيدل نحن أعتبر نابي المجيدل هو شهيد شهيد المجيدل وفعلاً شخص استشهد مش بأرضه استشهد عم بيطفي الحريق باللحم الحي ما عرفش عم بيطفي ليمنع الحريق يمتبد على الضيعة فاللي صار معه انه انكسرت إجره لأستي جورج ووقع وهيدا الشيء أعاك تحركه ضمن النيران فإن شاء الله نفسه بتكون بالسمع بس اللي بدي يقوله أكيد فيه إهمال وفيه تقصير من الجهات المعنية كانت الأرض هي حياته ومات الأرض باردو بابا 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 اشتركوا في القناة